بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم معنا في شوية جديدة مشيوات أم شمس كانت من تكونوا في أحسن حمد وما قد تعدوا فيديو تليوم اليوم إن شاء الله غنحضر معاكم صابلي رائع جدا صابلي المحترفين صابلي اللي غيبقى مقرمش معاك مدة طويلة ما كيرطابش كيعطي كمية غزالة ما كيعدبش أبدا العجين ديالو لحتف الخدمة ديالو تشكيل كذلك يعني ترققيهم زيان ما كيعدب ما كيعواج متاشي حاجة ما كيتنفخ في الفران يعني هاتي تنسي جميع مشاكل الصابلي فدائما ما تبخلوش الياب تجاعدكم ومر معاكم مباشرة المكونات في طريقة تحدي فبالنسبة لعجين ديال هاد الصابلي الرائع فغا نحتاج فيه 250 جرام ديال الزبدة أو الاربعة ديال الزبدة اللي كتكون زبدة ديال البواطة يعني الزبدة اللي كتكون في البواطة كنضيف عليها شوية ديال الملحة وكنضيفو هنا الفانيلا اللام طبيعية الحل كما غتلاحظو معايا وهاد الصابلي را كنضيف المكونات كاملة دقة واحدة كنضيف كذلك زوج معلقات ولا معلقة ونص ديال دائما نسرح للحلية يعني سل الحلويات اللي كيعطي بالنزوينة اللي حلوي ديالك واحد اللمسة رائعة وضفت كذلك 125 جرام ديال سكار سقيل او لا سكار غراسي ضفنا فلون ديال الكعامل باش كيعطينا واحد اللون زوين يعني هيدك ديال ثلاثة جرام وكنضيفه معلقة كبيرة تيال الكليكوس هاد المكونات هادو كاملين كتخدموهم ورا كيتخدموه بكل سهولة لان هاد الصابلي ما فيه لابد ولا زيد بطريقة رائعة وهاد الصابلي راهو اللي يعني شفتوه معايا شحال من المرة في فيديو هاد سابقة وكيجوني عليه بزاف ديال تساؤلات يعني هادا را صابلي اللي كيحمر لوجه كينين اشكال وكينين عجل يعني اجنات كتار ديال الصابلي كذلك فيتعاملهم معاكم ولكن يعني هادا بالنسبة الناس اللي كيكونوا لم تخوفين او اللي كيكون عندهم ديكومون اللي كيكونوا كتار ديال الصابلي وكيبهم حاجة ليساهلة وبسيطة وضغية 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 كتسربي فهذا راه من العجلات الرائعة جدا مباشرا بعد ما كان خدموه ذاك المكونات اللولانية كي ماشتوا معايا بكل سهولة وبسرعة كان بدون نضيفه الطحين بشوية بشوية العجين هادا راه ما كيكونش يعني يعني واحد شوية خفيف بحال الصابلي او للعجين ديال الصابلي العادي لا فهادا راه دائما كنوصيكم انكم العجينات تجمع معاكم يعني تجمع العجين ماشي يبقى خفيف فكيما غاتشوفوه معايا دابا واكيد كنعطيكم دائما كيميا ديال الطحين بالضبط بالقرام باش هكا تتكون عندكم ودائما كنقول لكم روخا كنعطيكم المقادر مضبوطة باش تبلي وتنتوما يعني محترفين في هاد المسائل هادي ضروري انكم تضيفوه غيب شوية بشوية شوفوا معايا العجين كي يقول لي لاهد او لا كيصبح لاهد الشكل شوفوا العجين جامع راسه ماشيش حاجة لي خفيفة كان نقسموه على اثنين وكان مرة مباشرة باش نبدو نفتحو العجينة ونشكلوها وبالنسبة للطحين اللي احتاجينا في هاد المكونات ديال رابعة ديال الزبدة مع مية وعشرين جرام ديال السكر غلاسي كان نحتاجو فيها خمسمية وسبعين جرام ديال الطحين ابيض دائما خاص بالحلويات او اللي النوعين يعني ممتازة يعني كان نخدمو المكونات كيما اشتو معي على هاد الشكل هادا وكان مباشرة كان ناخدو العجينة ديالنا نقسمتها على اثنين كان بدون نفتحوها وكان بدون نطبعو فيها اما هكا يعني غير بلاستيكا من تحتو نفتح العجينة ولا ما بينجوج بلاستيكا تكريب قليكم لي اختيار يعني بطريقة اللي انتم ketter zawsze خدمة ديالكم بيها الفين هناك نبقا ومستمرين يقنطبعو صابلي ديالنا وهذا راح ممكن انكم تلققوه يعني كنجول صابلي التقليد سوف نستعمل هاد التوابع هادو لهاد الشكل هادو وهذا هادو يراها متوفرين واني مغالينش يعني راها رخاص بزف وهذا دروري كيكونوا فكل بيت يعني كنقولوا التوابع اللي دروري منهم سوف نكمل ها كان طبع العجين اللي عندي كامله وشوفوك معايا كيفاش كيتهز بكل سهولة كان ستفوف صفيحات الفرن والفررام طبيع الدرس كان سخنه من قبل كان خليه سخنه مزيان وكان حط دائما اه تندخل مثلا جوج ديو اه جوج ديو ديو الطاوات ودائما العافية رغي تحت منهم ما كانش عش من فوق ابدا العافية كتكون منقوسة بزف وكان خليه يطيبع على مهلو يعني طيب يطيب صاب لي على مهلو باش ما طابع لا خطره باش ما كانت دخول يديك تقرميش حتى الداخل وهذا هو السير كذلك باش كي يبقى لكم وكان مش مدة طويلة والسير كذلك كان هكين في الطياب ما تزربوش على الحلوة دائما في الطياب فكتسخنوا الفرران كتنقصوه وكتدخلو ليه الطاوات ديالكم وكتخليوهم يطيب وحتك يبالو لكم دخل فيهم الطياب يعني صفارو من تحتها كدخلت ليهم واحد لون ذهبي من تحت عادك ساعة كنحمروه من الفق فكيعطيني هاد الكيميا هاد كما كتشوفوا معايا وهنا اندوز مباشرة معاكم التعليق نوجدوها كناخد فيها هنا المربة ديال المشماش كما لاحظو معايا كنضيف عليه شوية ديال سانيدة ومعلقة تكون كبيرة مع مراش ديال كاكاو إلا ما بغيتوش اللون ديالوي يجي غامق فممكن تنقصو وينيديلو غير معلقة صغيرة المهم هذا الكاكاو كي يهرس ليه دياليك الحلاوة ديالو كي يعطيه واحد لبنة غزالة كنعملها فوق النار حتى كي يغليم زين كي يعمل بو فقعات كبيرة سابلي هو هذا ديالي مبعد ما كي يعني كي يوجد اولا كي يطيب شوفوا معايا اللون ديالو كي يجي لونه موحد كي يجي كله يعني اللون ديال الرملة يعني سابلي لقنا سابلي راها بالمعقول ما شجع ماري كان قولوها سافي هادي التعليق ديالنا شوفوا معايا بعد ما يعني يعني طيبناها هنا بنسبة التعليق را ممكن تضيفوا فيها اي نكهة بغيتو انا ضفت فيها نكهة ديال بورتقال ممكن تضيفوا فيها اي نكهة تيلا عندكم نكهة المشماش ولا اي نكهة بغيتو كي يبقى لكم الاختيار هاد التعليق راه يعني كتصبر مزيان حتى الناس اللي كي يعملوها كاللي كوموند كي يعني كي يصفتوهم على برا فهدي راح كتصبر بزاف وكتبقى معلكة وخا كتنشف من الفوق يعني كتبقى معلكة من الداخل سافي كان بدان نزينو الصابلي ديالنا انا هنا عندي صابلي بغيناه يعني كي نقولو بتزين ديال الزمان يعني هكا باللوز محمر مهرمش وشي حاجة اللي بصيط يعني تزين يكون بصيط ما فيهش كتر التعقيدات سافي هنا واخد اللوز اللي بالقشرة ديالو مسوح مزيان ومحمر ففران ومهرمش وغادي بدون نعملو التعليقات كنفق الصابلي وكندوزوها في هدك اللوز مهرمش حتى كنكملو هاتي الشكل هذا الشكل اخر او لذك الشكل لشكل عين فكان عادي نعمل كذلك النصف ديالو في هاد تعليقات هدي وكان عادي نعملو في الكونافة اللي محمرة عفوا وشكل الثالث غادي نلاسقوه سامبل يعني ما غادي نعملو معه هدك شي حاجة من الفق غادي يلصق سامبل هدا هو بالنسبة للكونافة اللي بغادي تعملو هاته كذلك راكت جيزوينة غير يحمرو على المهل في الفران مكان دهنها مكان عمل لها هدك شي حاجة سافي من بعد ما كان نكمل كمدا نعمل شوية ديال ديالتعليقات من الداخل وكان لاصق جوج دياللي صابلي وكيجي علي هاد الشكل رائع بزاف معلق كيجي صراح وحد المنة فيك تحمق يعني غير جربوها واردو عليها كيجي حاجة فنة بزاف عانتوما شوفوا الشكل دياله كيجي يعني كيبقى لكم الاختيار فيه هنا هنا هدو مثل ذات الاشكال اللي كنت بغيها عانتوما شو كيجي في الشكل دياله مش حاجة بسيطة وممكن بحلل الاشكال ومباش تبديها كباش ديالتعلمي وكيجي الشكل ديالهم زوين صراحة واللي شافهم كيعجبوه والمادق يجي كيحمق غير جربوهم انا اكيد ان شاء الله يقول ليهم معتمدين عندكم ومطلوبين عندكم بلا قياس كانت من ان شاء الله اللي جربت السابلي دعي معي الله يبرك فيكم وما تنسوني دائما بتجي عادكم فكانت معكم اوم شمس وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه ونيب